لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله كل شكرا ل الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الأفضل المعبادة التي يجعلنا الله سبحانه وتعالى أعطينا هي المعبادة الإنجان لا يمكننا إخدام أفضل أو محباً، ولكن لا يمكننا إخدام الإنجان هل تعلم أن نتعرف الإنجان لا يوجد مباشرة؟ وقد قد نقوم بإعجابنا ومعرفة أو تقوم بها من بعض الطريق لذلك إعجاب وإنجانة يمكننا إخدام إذا نقوم بإمكاننا بعض الأمر ومعبادات كما نقوم بإمكاننا الإسلام لذلك نرى بعض الأفضل المعبادة الإسلامية التي تقوم بإمكاننا المعبادة إلى الإنجان ومعرفة ومعبادة وكذلك يمكننا إخدام الإنجان إعجاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة مهمة كما نرى أنهم يجبوننا أن نكون شكراً ومعرفة وفعل كل طريق جيد من قبل أن يتبعوا المعباداتهم ومعرفة المعباداتهم مثل أن أساعد المعبادة ومعرفة الأشياء من الأشياء إنه يجب أن تغيير نفسنا فزيولوجياً أيضاً يغيير نفسنا ومعرفة نفسنا ومعرفة كيفية إنه مثل قطع من الله سبحانه وتعالى بعض الناس تعتقدون من الناس كأسراء المعبادات لكنك قد تكون محقاً لأجتماعي أن المعرفة، 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 ومعرفة ومعرفة أسراء المعرفة لكن لماذا؟ أجراء أعجابهم يأتي لهم إلى حياة مصرحة وحياة وكذلك يتحرك بينما كما نتحدث عن الإنجان ومعرفة إنه مهمة لتعرفة اللوينة ومعرفة اللوينة 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 الإنسان من أعذى أن ăn الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وانتظر لك في الله الله تعلمك و الله تعلم كل شيء لذلك الروحات التي تظهروا أن الذين يتعاملون أشخاص المرحبات مباشرة لديهم أكثر موضوعين أكثر موضوعين و حتى أكثر في بعض الأمور الثاني يتعاملون من نظرنا من نظرات الناس ونظرهمهم ثم سيؤلنا إلى مرورة وغير وغير لأن لا يتعاملون أشخاص المرحبات هذا مرحب مرحبا للنظر وعندنا يجب علينا نقصد كل شيء الذي يتعامل مثل الأشياء التي لا يمكننا تحديد and work hard to get the things which are attenable. الله سبحانه وتعالى says in the Quran بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى So disobedience and committing haram things causes weakness and lack of understanding, intelligence and wisdom. أيضا there is a thing to preserve the brain from dementia, Alzheimer's disease and expands the brain. This thing also provides exercise for the brain. This great thing is reading, memorizing Quran and reflecting on its meanings. Al-Quran improves our brain's ability, our way of thinking and gives us tranquility and contentment. This is just one thing of the blessings of the Quran. Al-Quran leads our brain to work hard to the utmost, ponder over everything and relieve its stress. Allah سبحانه وتعالى says in the Quran بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون So it's frequently in the Quran Allah سبحانه وتعالى says أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Do they not reflect upon the Quran? Will you not remember? Will they not understand? And in the Quran Allah سبحانه وتعالى tells us to use our ears, eyes and brains So we are all responsible for our senses as long as we are aware of what we do The Muslims were the leaders when the Quran was the center of their education And only when they abandoned the Quran they lost their reign So we can read how the Quran shapes the brain in the link below Another thing that affects our brain, wisdom and decisions, which is our company Intelligence and stupidity are contagious So if we want our brain to grow we should befriend intelligent people But if we befriend foolish people then we decrease wisdom and our brain expanding قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على جين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل The Prophet peace be upon him said Man follows his friend's religion You should be careful who you take for friends So if we want to increase our intelligence and our willpower We should avoid being friend with foolish and weak minded people In addition to the above things, brain practice and workouts are important While the brain may not be a muscle as many believe We still need to exercise it and the rest of our body to keep it healthy and foundationing at its best So some of the ways to cause growth to the brain are memorizing things Focusing, analyzing, comparing And we should avoid depending on the new technology in everything Also asking the people of knowledge and experience is a major benefit to helping our brain Consultation is a protection from the remorse and security of blame So when we read in the life of the Prophet peace be upon him We would find how he would consult his companions in serious events Like the Battle of Badr, Uhud, Khandak and etc And then we would benefit from their experiences As Salman al-Farisi, may Allah be pleased with him Advised to dig the trench in the Battle of Trench And it was a unique idea Furthermore, we have to avoid vain talk In order to improve our thinking and expand our minds Vain talk drastically eats up once time And distracts us from fulfilling our purpose in life Or being focused on what really matters We see that the Quran and Sunnah repeatedly talk about disabling one's speech Allah subhanahu wa ta'ala says Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qad aflaha almu'minun Al-lazina hum fi salatihim khashi'un Wal-lazina hum an illawwi mu'ridun And also Allah subhanahu wa ta'ala says Wal-lazina la yashhaduna az-zura wa idha marruu bil-lagwi marruu kirama And lastly, to grow our brain and expand our minds We should read useful books As useful books benefit our brain In contrary, the useless books harm our brain Therefore, the best thing to read and study As we have mentioned above is Al-Quran As the Prophet PSP upon him said Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim So this is how to grow our brain And we only need to apply it in our daily life May Allah make it easy for us to fulfill all our promises to people And the main promise to Allah subhanahu wa ta'ala By following His path and becoming good Muslims Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh